أيضا وزير خارجية السيد سامح شوكري تحدث وقال بأن التوجهات المصرية نحو الجنوب هي بتغير شكل القارة وبتضع العلاقات المصرية الأفريقية على أسس جديدة وأبواء جديدة تحدث السيد سامح شوكري وقال بأن توجهات مصر نحو دول الجنوب والتجارة والتعاون بين دول الجنوب والجنوب تعود بالنفع الكبير لوجود التكامل بين الدول الأفريقية رغم الخلافات في مستهى النمو ده صحيح وقال أيضا وزير خارجية أن مصر لديها ثلاث حاجات مهمة جدا جدا وأنا أعدهم أدقخ في ما قاله سامح شوكري لديها القدرة ولديها التاريخ ولديها الخبرة في العمل مع الأشقاء الأفرق يبقى أنا عندي ثلاث حاجات وسامح شوكري حطي إيده عليهم بمهارة شديدة قال مصر عندها القدرة مصر عندها التاريخ مصر عندها الخبرة فعلا مش أي دولة بتخبط على بواقع القارة الأفريقية عندها قدرة للتعامل مع القارة الأفريقية وليس عندها خبرة في التعامل مع القارة الأفريقية وليس لديها تاريخ من هناك في كل الدول الأفريقية وفي كل المدن الأفريقية وفي كل العاصم الأفريقية تجد شارع في اسم عبد الناصر تجد شارع في اسم مصر تجد شارع في اسم القاهرة تجد شارع أو تجد مشروع في اسم ناصر بالتالي كان لدينا تاريخ ما زالت له أثار قائمة حتى هذه اللحظة اللي بيحصل دلوقتي في مصر يا مصريين ان احنا بنعيد مرة أخرى لمصر بهاءها الأفريقي بنغسل من وجه مصر كل ما علق على وجهها الافريقي الوجه الافريقي لمصر بيعود من جديد من خلال عمل حقيق واتفاقات حقيقية وليس فقط كلام يقال قلنا مرارا الاتجاه جنوبا وأقول أيضا من هنا من هذا المنبر إلى كل المشتثمرين المصريين والمشتثمرات المصريات ورجال أعمال اتجهوا جنوبا اتجهوا جنوبا